وبعيدا عن فكرة الخيارات الوحيدة أو البديلة يبدو أن البرلمان العراقي لم يبدأ عطلته تشريعية بانتظار ترتيب البيت الداخلي لمجالس المحافظات حيث ستعقد جلسة ثلاثة للتصويت على تمديد عمر المفوضية لتتمكن من إدارة انتخابات المحافظات وبرلمان كردستان وستخصص الجلسة لتمرير قانون تعويض المصابين بالإيدس وتعديل قانون إقامة الأجانب في العراق وعلى اتفاق عراقي إيراني مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كما سيجري التصويت على تعيين رئيس الادعاء العام والهيئة المشرفة على القضاء العراقي ويشار إلى أن تفويض أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ينتهي في السابع من كانون الثانية المقبل ما استوجب التعديل ليكون بمقدور المفوضية أكمال مهامها التستورية في مجالس المحافظات وبرلمان كردستان ترجمة نانسي قنقر